تحية طبعاً موصولة لحضراتكم وموصولة لديوفي الكرام الدكتورة مونة أدريم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون التحول الرقمي مرة تانية برحب حضرتك يا دكتور ومرة تانية برحب دكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر مرة تانية برحب حضرتك يا دكتور نرجع مرة تانية نتكلم على الموقع الإلكتروني بس هنا يا دكتور مونة بقى هاكلمك عن مسألة التحول الرقمي بشكل عام هل ده تطور في الوزارة ولا كورونا أكبر العالم كله وتحديداً مصر ودول الشرق الأوسط على التحول الإلكتروني؟ لا والله هو الحقيق قال يعني أنا كلفت بهذه المهمة كان قبل الحقيقة يعني بداية الأزمة صحيح قرار يطلع في بداية الأزمة لكن ده كان توجه من الوزارة الحقيقة من قبل ما يكون في أزمة كورونا وهي الوزارة متجهة إلى أنها تتجه للتحول الرقمي بالنسبة طبعاً يعني بعد الكوفيد-19 هي بقى تحتمية التحول الرقمي ما بقاش option فبقى لو كان في ناس يعني معارضة أو شايفان ده يعني زي ما بنقول luxury أو يعني خلينا الأول نطور رباية زيدة علينا احنا خلينا نطور مستشفيات الأول قبل ما نعمل مستشفيات زكية ولا نعمل ديشتل ترانسفورميشن طبعا الأول نطور خدمات الطبي أعتقد المفهوم ده تغير وبقت حتمية التحول الرقمي وضرورة التكنولوجي يعني سهلت علينا المهمة بشكل كبير جداً طيب أحرك على دكتور محمد دكتور محمد أنا